السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معانا النهاردة في شرح جديد ومعانا النهاردة تطبيق كين ماستر لعمل منتاج الفيديو اه عن طريق الموبايل والنهاردة هنشرح اه الكين ماستر المعدل بحيث اننا عدد الطبقات مفتوح وهنعرف مع بعض يعني ايه عدد الطبقات مفتوح اه في الشرح بتاعنا النهاردة وحنطبق مع بعض النهاردة فيديو من البداية لعند ما نحفظ الفيديو لتنزيل على لديو باول فيديو خاص بينا يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس يلا بينا اهلا بكم معانا النهاردة مرة تانية وهنشرح النهاردة تطبيق الكين مستر برو آآ الخاص بعمل منتاج لاي فيديو حابين نعمله والطريقة معانا سهلة بازن الله وبسيطة ونقدر النهاردة اننا نمنتج فيديو ونقدر نحط كرومة ونقدر نعدل على الفيديو بطريقة سهلة بامكانيات عالية جدا من خلال التطبيق اللي معانا النهاردة وفي نفس الوقت آآ بدون الاحتياج لكمبيوتر وبجودة عالية جدا ونتابع الشرح مع بعض. مبدئيا هتلاقوا الروابط كل الحاجات اللي انا هستخدمها في الفيديو النهاردة موجودة تحت الفيديو هنفتح التطبيق بتاعنا هيفتح معانا بالشكل اللي هتركوا شايفينه والتطبيق ده متعدل ومتطور فيه اشياء كتير جدا وتقدر تاحفز الفيديو بدون علامة مائية زائد دعم لمزيد من الطبقات الفيديو وتأثيرات جميلة جدا هنشوف مع بعض مبدئيا التطبيق بيفتح معانا بالوجهة اللي حضراتكم شايفنا بنختار علامة زائد اللي في النص دي وبندغط عليها وهنا بنختار اه حجم او مساحة الفيديو وطبعا اغلبية اللي بشتغل بالكين المصدر بتكون فيديوهات على اليوتيوب فيكون ده المهاز الافضل للشغل على اليوتيوب بنختار المهاز بتاعي اليوتيوب بالشكل ده فطبعا لو انا هعمل اه فيديو من الهاتف بتاعي اقدر ان انا ابدأ من كلمة الوسائط وبدخل على مكان خلفية عايز اعملها للفيديو وليكن مثلا الخلفية دي طيب انا مش عايز الشامعة مسلا او الرسمة اللي في الصورة في النص بضغط عليها ضغط هنا لعندي معلم على الصورة وباجي اختار المربعين اللي فوق بعض دول بالشكل ده وابدأ ان انا اسحب بصوابع بحيس اكبر الصورة واسحب الشكل في الجنب زي ما حتركوا شايفين مسلا باختار في الجنب اللي اعجبني وبعد ما اخلص المكان اللي انا هسبت في الصورة وباجي على علامة يساوي دي ولازم افعلها اضغط عليها بحيس ان الصورة متتحركش عن الوضع اللي انا مثبتها عليه وباجي اضغط على علامة صح اللي فوق وبعد كده بدخل على كلمة طبع واختار كلمة وسائط اللي في الاول وبدور على الفيديو الخاص بيا لو آآ عندي فيديو وليكن مسلا فيديو تجريبي زي ده بضغط موافق وبيحصل ترميز للفيديو او بينسخوا على التطبيق بتاعنا علشان نقدر نمنتج عليه الفيديوهات بتاعتنا. هنستنى الفيديو بتاعنا يكمل تنزيل على البرنامج. وطبعا صورت فيديو صغير بحيس ان انا نقدر نشرح عليه من البداية للنهاية. هنشرح مع بعض خطوة خطوة علشان نفهم ازاي نقدر نمنتج الفيديو بالكين مصدر بطريقة سهلة ومش مع ادى على قد ما نقدر. مبدأيا هنلاحظ ان الصورة سابق الفيديو سابق الصورة. هنعلم على الصورة كده. وهنسحب الصورة بطول الفيديو. تمام? وهنجي نصبط الدنيا هنا. هنضغط على الفيديو. ضغطة طويلة وهنسحبه لقدام. بحيس نساويه بالفيديو. ونصغر طبعا نخلي المساحات قدي بعض بالزبط. تمام? وليكن مسلا عايز ان انا حط الفيديو ده جو قالب تليفون. آآ على اساس ان يكون تليفون شرح. هضغط على الفيديو بالشكل ده. تمام? وهضغط على علامة صح اللي فوق دي. وهنا هضغط على اضافة طبقة وسائط. وحدخل مسلا على مكان آآ الآلب اللي انا هشتغل به. وليكن مسلا الآلب ده. والآلب دي طبعا هسيبها لكم في الوصف. هي وآآ آآ اترابط التطبيق. هنكبر الحجم بتاع الموبايل اللي معنا في الآلب ده. وهندخل على الفيديو. هنصغر حجمه شوية. بحيس يبقى مظبوط على الشاشة بالزبط. هندغط علامة صح وحنيجي هنا على القلب اللي معنا. بالشكل ده. هنساويه برضو بالفيديو. وبالقلب اللي معنا. لو جينا نتابع كده ونشوف شكل الفيديو. هلاقي ان آآ الشكل جميل جدا. وطبعا تقدر تغير الخلفية اللي انت محتاجها. وهيزهر معنا الفيديو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب دي حاجة طبعا لازم يكون علشان ندي للفيديو طابع طابع جمالي لازم يكون عندنا انترو الخاص بينا. طبعا كل واحد يدي يحط الانترو الخاص بيه. وده طبعا موجود عندي. هختار مسلا الانترو الخاص بي. طبعا الانترو مش هنضغط طبعا. هنضغط وسائط. وهنشوف احنا حطين الانترو فين? ده الانترو الخاص بيه. وهنتغط علامة صح. ده الانترو بتاعنا. تمام? في حاجة بقى هنا نعملها وهي ان لو لاحظتم في علامة مربع اللي هي بين الفيديو ده. والفيديو ده. هنضغط عليها بالشكل ده. هيدين تأسيرات انتقال الفيديو. يعني اه تأسيرات انتقال الفيديو. مسلا هنليكن سلاسية الابعاد. هنختار مسلا دي. لو بحزنا. دي التأسير اللي هيكون التحويل بين الفيديو والفيديو. هنضغط علامة صاحي كده. وتعال نشوف الشكل. زي ما حتركوا شايفين. لكن هنلاحز هنا ان في حاجات آآ السابقة او مش مزبوطة في آآ هنقعد مش مزبوطين مع بعض. لازم نساوي الحاجات دي كلها بدغطة طويلة ونسحبها الورا او اللي قدام. على حسب احتياج اللي سابق او اللي متاخر. تعالوا نجرب تاني كده بالشكل ده. لو لاحزتوا الشكل زي ما احتركوا شايفين. الفيديو شكله جميل جدا ولكن انا بحب اجربلكو بحيث تعرفوا آآ الخطوات بتتم ازاي بحيث تقدر تمنتج الفيديو بسهولة وبشكل جمالي وطبعا كل حاجة على زوءك. يعني تغير الخلفية تعمل آآ تغير الآآ الآلب. لكن انا بقدم فكرة وانت بمجهودك بقى تزود الصور تقلل الحاجات براحتك يعني. طيب لو حبينا نضيف آآ كرومة الاشتراك والكلام ده. الموضوع بسيط جدا. بنيجي مسلا في الجزء اللي احنا عايزين نضيف فيه الكرومة وبنضغط على كلمة طبقة. وبنختار كلمة الوسائط. وبنشوف احنا حطين الكرومة فين. جوالي يكون مسلا الكرومة دي. هخترها. هكبر حجمها شوية. وحمشي معها لغاية ما الكرومة تزهر كلها. باجي هنا على المربع اللي زهر لده. وبطلع لفوق. حلقة كلمة اسمها مفتاح الصفاء. بضغط عليها وبفعلها من فوق. هنا بيخطفي الخلفية الخضرة. وبقدر انزل المقشر براحته. او اكبره او اصغره. بتحكم فيه تحكم كابلي. تعالوا نشوف شكلها بعد ما ثبتناها بالشكل ده. زي ما حضركم شايفين. شكلها جميل. والمنظر اه بتاع الفيديو اه منتاج جميل جدا. وبالنسبة لامكانيات الهاتف. فبجد اه اه تطبيق جميل جدا. وحساب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. نقدر نقيس على كده اننا نقدر نضيف جميع الاعدادات والتطبيقات واي شيء احنا محتاجينه. سواء نضيف كرومة خضرة زي دي. او نضيف صورة او نضيف خلفية. نقدر اننا آآ نضيف العدد اللي احنا محتاجينه. اي طبقة عايزين نضيفها بنضيفها. وبكده يكون اننا اتكلمنا عن آآ التطبيق المسطر في حاجات كتيرة جدا. وهي انك بنعمل الانترو طبعا. وازاي تقدر تضيف التأثير اللي بين الفيديو الاول والفيديو التاني. او بين الانترو والفيديو الخاص بيك بالشرح. زائد انك تقدر تضيف كرومة. زي ما حضركم شايفينه نشيل الخلفية الخضرة. الكلام ده كله في ناس كتير عارفاه. لكن الشرح بتاعنا النهاردة انك للمبتدئين وعلشان تقدر انك تستفيد من تطبيق المسطر الى حد ما. ويكون الفيديو بشكل جمالي وجميل. وشكل احترافي معك. بكده آآ وقفنا عندي خطوة واحدة وهي ازاي ان انا احفظ الفيديو. كل الموضوع انا بايجعل علامة شير اللي هي موجودة عندي دي. بضغط عليها. بيزهر لي الفيديو هنا. وبيزهر لي تصدير ومشاركة. كل ما نزل المؤشر ده لتحت كل ما جودة الفيديو تقل. وكل ما ارفع المؤشر طبعا كل ما جودة الفيديو بتاعها وفي نفس الوقت حجم الفيديو بيعلى. فانت براحتك تقدر تحمل او آآ تعلي الفيديو او تقلله براحتك. ولكن الافضل ان يكون الفيديو بصيغة عالية. علشان آآ يكون آآ كويس على اليوتيوب وواضح وتقدر من خلاله انك آآ تقدم شرح جميل والناس تستفيد منه وواضح قدام الناس. آآ ده شرحنا النهاردة لكيد مصدر وياريت اي سؤال او اي استفسار تسيبوا لنا في التعليقات واحرد عليكم. واحرد عليكم كلكم. ويارب يكون شرحنا النهاردة عجبكو. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة